في مدينة عدن حيث يحفر شبابها في الصخر في ظل أوضاع صعبة يرتقون معها نحو تحقيق إنجازات تحسب في قائمة الابتكار والإبداع أمنيات منتظر أن نراها يحلم معها الشباب أن تتحول من مجرد مبادرة شبابية لتأسيس مؤسسة تضم معها مجموعة من الشباب المبتكرين والمخترعين في مدينة عدن وعليه يأمل الشباب أن يكتمل الحلم ليشمل كافة أرجاء البلد وتختم في نهاية كل اختراع وابتكار أو حتى منتج شعار صنع في اليمن تقريبا من حدود سنة ونصف نحن نحاول نجمع المبتكرين الموجودين في المدينة سمت قولي لفتة نظر يعني كنا نشوف أنه في إبداعات في شباب يشتغلوا صح طيب عدد الشباب إذا ما حد أعطاهم أو حد دعمهم معنويا أو ماديا بينتهي اختراعهم عند حد معين عنده طموح فقط بس حلم مجرد حلم انتهى لكن نحن بالتنظيم الذي قدرنا نعمله ضمن إطار مبادرة صنعاء في عدن بدأنا نأخذ الابتكارات نعمل عليها دراسة هل نقدر نحول هذا الابتكار إلى منتج أو إلى الاختراع يعني على الواقع على الأرض صناعة جهاز تنفسي وبوابة تعقيم الإلكترونية ومجموعة من الأدوات والمواد الأخرى جاءت كحاجة نتيجة لنقص الأدوات والمواد والأجهزة التي عقبت أزمة كورونا خلال العام الفائد جهاز التنفس الصناعي صنع بأدوات محلية ومجموعة من التقنيات البسيطة التي عملت على صناعته لتغطية العجز في المستشفيات إلا أن الجهاز يحتاج لكي يقدم خدمته بشكل كامل لبعض الحساسات التي تكلفتها باهظة الثمن وعجلت إمكانيات الشابين المبتكرين ماجد وسامح على شرائها كونهما عمل على هذا الجهاز بدعم ذاتي هذا الجهاز ممكن يخدم الناس أنه الكلفة حقه رخيصة جداً وقطعم توفرة وأيضاً الاحتياج الكبير لجهزة التنفس الصناعي مع قانحة كورونا بيكون أفضل أنه مع أنتقة القانحة التي ظهرت مؤخراً لقانحة كورونا كان أزداد الطلب على الاحتياج لجهزة التنفس الصناعي وكان سعرها مرتفع حالياً الجهاز يحتاج قطع أكثر عشان يعني يكمل الجهاز الآن الجهاز نقزنا جزء ومرحلة كبيرة من الجهاز بس يتبقى لنا أيضاً حساسات معينة بوابة التعقيم هي أيضاً واحدة من الابتكارات لشاب آخر في مدينة عدن صنعت بشكل احترافياً وعملي تم إنشاؤها مع منظومة شمسية وشاشة إلكترونية تساعد على تعقيم الطلبة ومرتادي المدرسة وقد تم تركيبها في مدرستين في مدينة عدن طبعاً هذه البوابة الإلكترونية كما شفتوها لمكافحة جايحة فيروس كورونا وكلنا نعلم أن هناك أخبار لعدة هذا الفيروس وإن شاء الله نسأل الله أن يكفينا شر هذا الفيروس هذه البوابة الإلكترونية تحتوي على نظام دكي يقوم بالعمل بشكل تلقائي بدون الحاجة إلى أشخاص يقوموا بتعقيم الطلبة أو المدرسين أو المدرسة فهذه البوابة تقوم بواقبها بتعقيم الطلبة بشكل أوتوماتيكي تحتوي على نظام تصميم محلي طبعاً الجهاز هذا يعني هو دفايدة عظيمة للجميع لتعقيم الطلاب أيضاً لأي اشتاديات من القراتي الأوبياء التي تنتشر يجي الطالب نحمل فيها من خارج المدرسة عندما يدخل يتعرض للتعقيم طبعاً هذه الطريقة الصحية إنه لحقاً شيء يدعو للفخر حين ترى مجموعة من شباب الوطن منتجين ومبتكرين ومخترعين يعملون في ظل ظروف تجعلهم ينحتون على الصخر قمماً تخدم البلد إذا ما تم تبنيها وتنميتها بشكل يمكن أن يخلق مؤسسة محلية صناعية منافسة يختم على نهاية منتجها صنع في اليمن في بلد يستحق أن يكون ممشوقاً بفخر الهوى والهوية ترجمة نانسي قنقر